موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكل مشاهدي الكرام مشاهدي قلوب عامرة أسعد بتجدد لقائي وحضراتكم وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القولي وفي العمل اللهم آمين 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 يا رب العالمين الأخت الفاضلة اللي بتسأل والهي السؤال المتكرر كثيرا خاص بمسألة الجن وإن الوحدة بتقرأ صورة البقرة بصفة الدوام لكنها بتشعر وكأن معرفش عفريت متلبس بيها والكلام هذا الشبه والحقيقة إنه إحنا بس عايزين نأكد على قضية مهمة أكد عليها القرآن الكريم هل يعقل إن إنسان يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وهذا الإنسان الذي يستقيم على أمر الله واللي القرآن الكريم بشر بإنه تتنزل عليهم الملائكة إن ده ممكن أي شيء يصيب بسهولة أكيد لا فإحنا بتحصل لنا مراحل في حياتنا بيبقى فيها نوع من الغفلة أكيد إن الإنسان إذا كان مداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى بيبعد نفسه عن دوائر يعني كثيرة يعني تذهب به كل مذهب فإحنا عشان كده بنأكد على المعنى القرآني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى نهاية الآية الكريمة المعنى بإن من كان على الاستقامة سائر وعلى طريق الله في الطاعات مداوم هذا لا يمكن أن يصيب شيء لأن الملائكة بتتنزل علي نزول الملائكة على الإنسان خير وبركة الملائكة تدعو للمؤمنين الملائكة تستغفر للمؤمنين الملائكة وجدهم بركة ونور وسكين وهدوء وبالتالي هذا الإنسان الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى هذا الذي دائما أبدا يعني يتذكر أن غايته الحقيقية في الدنيا هي الله سبحانه وتعالى فبالتالي هذا الإنسان الذي يسير على طريق الحق جل في علاه لا يمكن أن يخشى شيء ولا يمكن ولن يستطيعه شيء له لأنه سائر على الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وبعدين تجي تبص في موضع آخر من القرآن الكريم وتجد التحذير القرآني الشديد ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يعني الإنسان الذي يسير في طريق الغي وبيسير بعيدا عن طريق الطاعة هذا الإنسان خلاص تكاد تكون شياطين الجن والإنس فيه يعني مصاحبة لذلك الإنسان وكلمة الشيطان قد تطلق على مش الجن فقط تطلق على شياطين الجن والإنس وبالتالي هذا الإنسان الإنسان المؤمن كما يؤيده الله سبحانه وتعالى بجنوده جل في علاه كذلك هؤلاء الغافلين عن طريق الطاعات دول بقى في الغي ومن معهم بل الشياطين تأزهم أزا في هذا الطريق دايما نحط الأيتين وغيرها من الآيات القرآنية التي تعبر عن أهل الله وعن أهل الاستقامة فمن بركة الاستقامة تنزل الملائكة على المؤمنين فمن بركة الاستقامة أن يستغفر هؤلاء الملائكة الكرام لأهل الطاعات من هذه الاستقامة بيكون عند أهلها أهل الاستقامة بيكون أهل سكينة أهل هدوء أهل طمأنينة أهل ثقة في الله لأنهم دايما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء اللي دائما على هذا الطريق وعلى هذه الطاعة في حرص على طاعة الله وكل صغير وكبير في حياة هؤلاء أهل الطاعة مرتبطة بالحق سبحانه وتعالى لذلك أشارت الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فبالتالي الإنسان المؤمن اللي عنده يقين شديد وقوي لا يمكن أنه يزعزع بقى فلان اللي حيروح عشان معرفش يقرأ على فلان عشان يطلع منها الجن معرفش كذا نزل القرآن الكريم وجاء في كتاب الله من المحصنات لمن أراد أن يتحصن بها العيز يتحصن بالمعودات وورد فيها أحاديث صحيحة وعيز يتحصن كذلك بآية الكرسي ويقرأ خواتيم سورة البقرة وخذ من القرآن ما شئت لما شئ والإنسان المصاحب للقرآن الكريم الحال المرتحل هذا الذي يبدأ القرآن فكلما يعني انتهى من قراءته وختم قراءة القرآن الكريم ابتدأ الرحلة من جديد وبدأ بفتح المصحف من جديد هذا الإنسان الذي في هذه العبادة على الدوام تلاوة القرآن أفضل عبادة أمة تلاوة القرآن كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو على التلاوة مواضب هذا الذي هو على أداء الفرائد قائم هذا الذي يتق الله في سره ويتق الله في علنه يسأل الإخلاص في أموره كلها وفي جميع أعماله كلها هذا الإنسان اللي قلب كل حرص على طاعة الله كيف تأتي يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه ولا عن يهمينه ولا عن شماله هذا الإنسان يكون نورانيا ربانيا لا يمكن أن تخترق الأنوار أبدا إحنا بقى لحالات الضعف وسوء الظن والشك وعدم اليقين في اليقين ده يعني عبادة عظيمة جدا الأهل الله دايما عندهم يقين وعندهم ثقة في الله وحسن ظن في الله إنما اللي بيدخل في السكك التانية دي هروح بقى للشيخ الفلاني يحضر لي معرفش كذا ويصرف جن إيه ودي متلبس لها جن معرفش عمل إزاي وأصل ده الجن بتاع منع الحمل وبندخل في ألوان من الإشراك لا حسر له والمسألة بسيطة في قلب العبد إذا أيقن العبد في ربه وحسن ظنه في الله الأمور كلها بتتبدل مع حرص واستقامة هذا الإنسان على طاعة الله بتتنزل عليه الملائكة والملائكة في وجودها حماية للإنسان المؤمن بركات وأنوار فالاستقامة من ضمن بركاتها تنزل الملائكة على أهل الإيمان فلا يمكن لإنسان يسير على هذا الطريق على هذا المنوال الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وبشر القرآن بنزول الملائكة على أهل الطاعات وعلى أهل الاستقامة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إننا أقول إنه يتلبس جن وإنه أهل بقى الغفلة أنت بقى الإنسان في طريقه في الدنيا أنت مدعوم يعني عندك إذا أنت سرت في طريق الطاعة بتدعم بهذه الجنود اللي ربما أنت مش شايفها لكنها تبعث في نفسك تلقي في نفسك سكينة تسبتك بأمر من الله سبحانه وتعالى بيبقى الإنسان المؤمن عنده سكينة تلاقي كده أهل الإيمان عندهم سكينة عندهم هدوء حتى في أشد الأمور والظروف اللي بيمروا بيها أهل العصيان ما عندهم شي كده ثبات في اهتزاز في عدم يقين في لخبطة في حياة هؤلاء لكن لو رجعوا إلى طريق الله رويدا رويدا هتبتدي تنكشف يعني هذه العوائق وتزول من طرق هؤلاء وتبدأ تزداد الأنوار فلما تزداد الأنوار تحرق ما سواه والإنسان يمشي في طريق طاعة الله ويبقى عنده حصن ظن في الله وحرجع أقول هذه الآيات التي نزلت ليتحصن بها الإنسان مما قد عساه مما للشيء اللي خايف منه أو هو ما حصلش حاجة لكن هو بيتحصن بهذه الآيات من القرآن الكريم ولو إنه لا يعرف إنسانا يقوم برقيته خلاص الأمر وقف على إنه لو ملقاش حد يقوم برقيته أو إنه لازم يروح لشيخ معين عشان إنه طبعا إحنا بنلتمس يعني بركة الصالحين لكن فين دول أنت تعرفهم منين تعرف منين دول صالحين ولا طالحين تعرفهم أهل علم وأهل ثقة ولا أهل دجل وشعبدة تعرف منين ما تعرفش يبع على طول الإنسان يعني يقوم نفسه وعليه كذلك إنه يصلح من أحواله ويشوف نفسه أين أنا فيه أين أنا من هذا الطريق أنا على طاعة ولا على معصية أنا فيه غفلة ولا أنا فيه يقضى أنا على حرص عندي حرص على طاعة الله ولا أنا الدنيا زي ما بتحطني بقى أو زي ما تمشي معايا كل دي أمور لازم الإنسان يسأل فيها نفسه فإذا استقام على أمر الله بالراحة كده حبة بحبة لما يدخل في طريق الطاعة لا يمكن أن يؤثر فيه شيء وأسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى السباك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد اليقينة في القلوب إن شاء الله ده بالنسبة لأختنا مروة والأختنا حنان كدلك السائلة التي سألت في هذا الأمر ومعنا كدلك من الأسئلة اللي جات الأستاذة هدير اللي بتقول إن زوجها يعني مش بيشتغل ومش شايل بيته وهي بتقول مع ذلك هي مستحملة وكان بعيد عنها كتير وكل حقوقها حتى لا يقوم بيها بتقول برضو أنا مستحملة وكلمته ومرضيتش تضغط عليه مع إنه ممكن يعني يأتيها أو يعطي لها بعض الحقوق المهم إنها يعني حاليا هي سيبة البيت عشان هي مش مستحملة الوضع بتاعه وقلة الشغل اللي هو فيه والإهمال ده كله وبتقول كمان بيخنها وما بيتغيرش بتقول إحنا بقلنا ثلاث سنين في مشاكل بسبب الخيانة يمكن كل شهر بنتخانق بسبب يعني بسبب أي حد بيدخل في حياته وبعدين بتقول أنا عايزة تطلق وأمي بتقول لي عشان بنتك أعمل يا دكتورة وبتقول أنا كرهت حتى أبصف وش وده شيء طبيعي هدير طالما هو يعني أنت شايفة إنسان لا يقوم بأي الحقوق التي تجيب لك وفي نفس الوقت إنسان لا يعطيك الحقوق وداير برا فيه الحرام طبيعي أنك أنت هيبقى عندك حالة أنك أنت مش عايزة أو حالة عدم الإقبال عليه عدم الرغبة في الزهد في ذلك الزوج ده شيء طبيعي لكن أنا دايما بقول إيه بقول لازم أوازن بين الشيء اللي أنا أريده وبين إمكانات الواقع بالنسبة لي وحجم الاختيارات عشان أنا ما حطش نفسي في دوائر ربما الدائرة اللي أنا فيها اللي أنا متضيئة منها اللي أنا شايفة إنها يعني سيئة ومش عجباني ربما تكون أرحم من دوائر أخرى ربما أدخل فيها فيضيق علي أو تضيق علي الأرض بما راحوا بد مش معنى كده إنسان بيقعد مكتوف يعني الأيدي ولا يسعى إلى إصلاح حالة نسعى إلى ذلك لكن مش عايزة طريقة الحل إنها الطلاق يعني أول ما بنبتدي نتكلم مع أي مشكلة بقول طلاق لا أنا عايزة نحن نبتدي في مرحلة النصيحة وقديها وقتها وأقوله إن المشي في الحرام وإنك أنت كده عندك استمراء على فعل المعاصي وإنك أنت بتأتي الزنة بسهولة شؤم المعصية يحرم الإنسان الخير العظيم وشؤم المعصية ده يعني السوء العاقبة بتاعته بتأتي على كل شيء فإنت بتنصحيه وتاخدي بإيده قدر المستطاع فبها ونعمة والله مشي على هذا الطريق فبها ونعمة ما مشيش وإنت عندك يعني يعني مخرج تاني لهذا الأمر وإن أنا أقدر أستقل وإن أنا أقدر إن أنا أفتح البيت لغاية ما هو يفوق لنفسه فبرده مش بتكلم في الطلاق بتدي له فرصة تانية يصلح من أحواله عشان ما بقاش أنا جريت على الطلاق بعد ثلاث سنين وعندك بنت زي ما والدتك بتقول والله أنا عملت كده ووجدت إن طلاقي منه أفضل من إن أنا أبقى معاه يبقى لازم أوازن بين الاتنين هل هو ده الوقت المناسب للانفصال هل البنت مثلا مدى ارتباطها بأبوها وأي طفل بيبقى مرتبط بأبوها حتى لو الارتباط مش قوي مش بيبقى حابب مسألة الانفصال فلازم أدرس حالة بنتي هتقبل أمر الانفصال ده بسهولة ولا الأمر حيكون فيه صعوبة على هذه الفتاة الصغيرة هل حقدر على تحمل المسئوليات دي مسألة إمكانية إن أنا أقدر أعيش في بيت أهلي ولا هيكون بيت زوجي أو لبية دلوقتي إلى حين إلى حين يأذن الله سبحانه وتعالى بالفرج أي أن كان بقى نوعه إن إحنا ننفصل أو إن إحنا نكمل وربنا يهديه فأنا مسألة الحق أو إنه أنا يجوز لي أن نطلب الطلاق وهل من حقي يعني الفقهاء تكلموا حتى في أدق من كده يعني مش مثلا بقى ده واحد مصقط كل الحقوق التي تجب عليه لا إنفاق ولا رعاية لا حقوق مادية ولا حقوق أدبية يقوم بها ذلك الزوج أنا عايز أقولكم السادة الفقهاء منهم من لو أدار لها ظهره من حقها أن تطلب الطلاق وموجودة في كتب الفقه يعني من أبسط الأشياء اللي تتضرر منها المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق لكن بقول لأخواتنا الفضليات ما بين الحق الذي لي وما بين الواقع الذي أعيش فيه لابد من رعاية المصلحة رعاية الحال اللي أنا فيه والموازنة ما بين الواقع اللي أنا عيشاه وما بين الحق الذي ليه ودي حكمة إنه الإنسان ما يتسرعش بقرارات ربما هو يكون الخاسر فيها فأنا برجح أيهم أكثر مصلحة وأيهم أقل خسارة بالنسبة ليكي وبالنسبة لبنتك يا هدير مش كل الأمور بتبقى آه اعملي كده كده وآه ما تعمليش كده ولا ما تعمليش كده لا فيه أمور محتاجة تريس محتاجة تفكير محتاجة تقليب وجهات النظر ولا مانع من الواحد يستمع لأهلي ويستمع ليه العقلاء من أهلي والعقلاء من الأصدقاء ولا يتسرع بقرار لأن احنا معانا بنت وظروفنا مش متيسرة الأحوال فالحكمة إذا ضاقت كل الصبل والطرق وإن أنا مش قادر أعمل اللي أنا عيزاء والأبواب مغلقة وباب واحد المفتوح أصبر على ذلك الباب ففيه خير إن شاء الله السلام عليكم أستاذة شايماء أستاذة شايماء السلام عليكم ألو أهلا يا شايماء تفضلي بقول لحضرتك أنا جوزي هو محترم جدا وكويس جدا وكويس جدا يعني بس هو بيبقى تعبان وكده مثلا العلاقة الزوجية مع بعضنا يعني وكده بيبقى تعبان وأنا أقول له لأ لأ عشان خايفة عليه مش لأ عشان حاجة تانية يعني لما نكون مع بعضنا العلاقة يعني وكده فهل بحرم عشان أنا بقول له لأ برفض يعني عشان هو تعبان مش عشان حاجة تانية آه أنت خايفة يعني يجهده الأمر أنت خايفة يجهده الأمر يعني يا شايماء تمام يا شايماء على ما فهم طيب حاخد السؤال التاني هدير وهأجيبك حاضر يا شايماء السلام عليكم هدير أهلاً وسهلاً مرحباً فضالي هدير ربنا يبارك في حضرتك اللهم أمين يا رب فضالي حد بص يا دكتور دلوقتي أنا ابن أخويا هو عنده شهرين هو جاله مرض عيب يعني خلقي دمور في النخاة الشوكي أخويا ده كان عنده ابن قبليه وتوسع وهو عنده ثلاث شهور الحالة بتاعت أحمد دي لو حضرتك عندك علم بالمرض ده هو المرض ده أربع أنواع هو عنده أول نوع اللي هو لازم له علاج محدد عشان يتعالج وغير كده هيموت في خلال سنتين الأنواع التانية بتعيش متوسط عمر تلاتين سنة مثلا العلاج ده ما كانش موجود لسه نازل الشهر ده في أمريكا إحنا حاولنا ترسلنا مع الشركة نحنا ندخلوا مصر الموضوع صعب جداً إحنا محتاج تكلفة عالية عشان نقدر نتفكر إحنا مش معانا فأنا عريزة أعرف إحنا دلوقتي لو ما عليك بلهوش لو ما خدش جرعة العلاج دي هو هيتوفى هو حالياً في العلاج المرتزة في المستشف إحنا علينا زند في كده لإحنا نشعفين نتصرف إزاي حاضر يا هدير نبدأ بهدير وبعدين نرجع لشيماء يا هدير الإنسان بيكتهد قدر المتاح بالنسبة له لكن نطرق جميع الأبواب ولو أسرنا ساعتها إحنا نحاسب بمعنى إذا كان معانا ما نستطيع أن نوفر به النفقة للسفر للعلاج فنبقى إحنا كده لإنه ما عليش هدير فيه بعض النمازج أنا شفتها تقولك إحنا مش معانا ما أنا مش هبيع الحاجة اللي معايا مش معانا كده واحد يضيع نفسه لكن بتكلم إنه معاه ما يمكن إنه يعين بي ذلك المريض يقولك لا أنا مش هرميه عشان طفل معاقب وأصلا يعني هيبقى متعب ليا ففي ناس أحيانا بتعمل كده أنا أسفى عشان تتخلص من المسؤولية لكن أتمنى عليكم أن أنتم ما تكونوش وأرجو أن حضرتك بطريقتك في السؤال أن أنتم ما تكونوش يعني على هذه الشاكل لكن إذا كان إن أنا بستطيع وأبتدي ألجأ للدولة في المؤسسات بتاعتها فيما يمكن إنها بتعرض في إمكانية المساعدة في مثل هذه الحالات اللي بتكون فوق طاقة الإنسان فنمشي في كل الصبل ونجتهد حتى لو كان الإنسان يستدينه لأجل ذلك من أجل إنقاذ حياتي ذلك الطفل قدر المستطاع فالإنسان يبذل ما يستطيع ساعتها الإنسان ما قصر في شيء إنما في ناس أنا مر علي مثل ذلك السؤال وكان من أكتر من عامين وكانوا بيقولوا وصحنا كانت الزوجة معاها يعني ده بتقدر تبيعه وتعين ذلك الطفل وتعين زوجها على ذلك على أنه حتنقذ حياة ابنها لم تفعل ذلك وقالت يعني بما معناه أنه أنا قلت ده معاق كده كده يعني هيعيش كم سنة لا يبذل الإنسان الوسع وقدر طاقته على قدر طاقته بكل ما أوتي من الوسائل بين إيديه عشان ما يكونش أصر في ذلك الأمر بالنسبة لشايماء في مسألة إن حنرجع لها حالا بس ناخد من معنا أستاذ محمد سلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا عملها يا دكتورة الحمد لله في نعمة يا أستاذ محمد بقولت يا دكتورة والله مراتي ثلاث العفش ثلاث مرات وعمل لي خلع مش عادة فعمل معايا ومعايا ثلاث عيال وخدت العفش ليه بقى لما هي عاملة خلع وده مهرها ولا إيه ده مهرها؟ ده مهرها كنت كاتب قيمة؟ رحت كتير وعملت وبعدت ناس كتيرة رفضين وهم خالص موضوع المروح خالص وثلتني ثلاث مرات وقلت زي بعد عشان خطت ثلاث عيال عملت إيه يا فندم معليش يا أستاذ محمد آخر جملة بتقول عملت إيه؟ بقولك إيه سرقتني ثلاث مرات حضرتك ثلاث مرات وقلت برضى عشان خطر العيال معايا عروسة عندها 14 سنة انت بخيل عليها يا أستاذ محمد ولا حاجة؟ نعم فندم انت بخيل عليها ولا حاجة كنت بخيل عليها؟ ده ده والك بتسرق ليه ده يعني فيها ولا إيه؟ آه عملالي خلعي يا فندم طب بس رد علي في الحتة دي يا أستاذ محمد نعم يعني انت مثلا ماسك ماسك عليها شوية بخيل شوية كنت عشان كده كتب تسرق؟ والله أعملا والله أمحك والله أبن آه أمال ليه انت يعني من وجهة نظرك عملالك خلعي يا أستاذ محمد وعندوكو بنت 14 سنة يعني والله أبنى ماشي معاهم مرد الله ده أمالي افتروا عليها والله لا سادق مرد قسم أمالي افتروا علي يا الله أنا مش عايزة حضرتك تقسم أنا مصدقاك بس أنا عايزة أفهم هي ليه إذ فجأة عايزة تخالع حضرتك يعني تتقدم وترفع قضية خلع بدون سبب يا أستاذ محمد لبقى لا معاهم 16 سنة ما أنا متعجبة طالما عندك بنت 14 سنة يعني انتوا داخلين يعني ما بين 16 ل20 سنة يعني ده الرنج طب انت شايف إيه السبب أمالي افتروا عليها جامل أول أمالي افتروا عليها جامل أول وهي فين شخصيتها واحدة عايشة مع زوج 16 سنة أمالي افتروا عليها بعد 16 سنة تطلق من حضرتك أولله يا دكتورة والله أتكلمي كده والله والله إن كانت تخالعك من غير سبب حقيقي فالمختلعات هن المنافقات زي ما النبي عيسى والسلام قال اللي بتخالع الزوج المعنى بتاع الحديث مش على المطلق المعنى بتاع الحديث خاص بمن تخالع زوجها على غير سبب حقيقي يعني هو ما ظلمهاش هو ما عدهاش هو ما أسأش إليها هو يقوم بحقوقها سواء الأدبية أو المادية يعني أنا بوفر لها النفقة وبوفر لها الكسوة بتاعتها صيفا وشتاءا وأوفر لها ما تحتاج إليه وأوفر نفقة البيت وبعمل ده على قدر يساري وإعساري يا أستاذ محمد وكنت يعني حسن العشرة معها لا بضربها ولا بمدي إيدي عليها ورجعت بعد كل ده رفعت القضية فهي ظالمة لنفسها يا أستاذ محمد فيب إحنا نناشدها يا أستاذ محمد يا زوجة أستاذ محمد إن لم يكن بزوجك بأس فما يجب أنك تنصتي على حد قوله لولدتك لخراب البيت وبنتك 14 سنة أتمنى أن يكون الأمر هاين يعني كما هو ذكر بأنه لم يؤذيك ولم يخذيك يوما ولم يعني يعني يقصر في الحقوق التي تجب لك سواء المادية أو الأدبية الأدبية يعني المعاملة وطريقة التعامل بينه وبينها فنناشدها وأرجو أن حضرتك توصل لها يعني رسالتي بأنه نصلح يعني والصلح خير عشان ولدنا وعشان بيوتنا وأتمنى أن حضرتك يعني يا أستاذ محمد توفق إلى ما فيه الخير السلام عليكم يا أستاذة هدى إحنا ساعات بنسيب المشاكل بتكبر يعني الإنسان لما يبقى في نفسه شيء ما يعودش يحوش لازم نتكلم مع بعض لازم الإنسان يطلع اللي في نفسه لازم يحكي أحكي مع زوجي وزوجي يحكي معاي نقعد نحوش المشاكل بعد كده تبقى عاملة زي القنبلة التي إذا انفجرت خلاص انتهى معها كل شيء فما يبقاش الإنسان يسيب نفسه يسيب نفسه يسيب نفسه لغاية ما نبقى 16 سنة زواج وفاجأ عندي بنت 14 سنة وأطلب الطلاق أنا مع أهل العلم وأهل الفقه الذين قالوا بأن الطلاق لا يكون إلا للضرورة لضرورة الضرورة عشان البيت وعشان الولاد وعشان الحياة وعشان المجتمع المجتمع ده بيتهز والمشاكل فقه الأسرة يعني والمشاكل الخاصة بيه مسألة الأسرة مشاكل كبيرة لحصرة لها وكل لها المشاكل المجتمع اللي تفاقمت من يعني تردي الوازع الديني وتردي الجانب الأخلاقي كل ده لأن الأسر لبنات المجتمع كلها مهزوزة السلام عليكم يا أستاذة هدى أستاذة هدى سامحين طولنا على حضرتك تفضلي يا فن أستاذة هدى أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضلي يا فندي بالسؤال أهلا بحضرتك أنا بس أنا حستسمح حضرتك بس التلفزيون ما تسمعينيش من التلفزيون اسمعيني من سمعة التلفون حاضر حاضر يعني نخفض التلفزيون على الآخر حالس حاضر أنا وقت التلفزيون خالص أهو ربنا يا كريمة دكتورة أنا كان عندي أختي كان لسا بنت جزء أختي الثانية كان جنبنا فكان دايما عايزي تعدى عليها وينتقى حاضرتك فهمة طبعا عايزي تحرش بها دايما فجي في يوم ضربها وضربها ضربها مهم خالص فجات الأختي ذيت إحنا قطاناها هي روحت جبناها عندنا قمناها سيبيو كده وإحنا حرابوا ولدك في مرضاتش فهي ماشت رحيت عندي كثة كانت فإحنا قطاناها ومعادش منك اللي ثانية واحدة يا ستة هدى يعني كان عند حضرتك أختك بنت وكان فيه زوج أخت معاكوا في نفس المبنى عايز يعني يريدوا سوءا منها تمام؟ أيو مين بقى اللي ضرب مين؟ هو اللي ضربها؟ أيوة ضرب أختي البنت دي ضرب جامد لأنه مسألتها إيه عمل كده؟ بأي حق يعمل كده يعني بكل رحمة بكل قلة رحمة وكل قلة دين ما عندوش رحمة لقاها في البيت لوحدها رحمة سيك عمل فاكدة يا هي ترضالوا يا ضربها ضربه مين آه يعني هي لما رفضت ضربها أيوة ضربها لحد ما بوز جسمها خالص المهم إن إحنا عمرنا بظروف ربنا اللي إعلن بها وجات هي أختي دي تتجوزت آه قعدت شوية وبعد كده توفقت عايت عايشة مع زوجها دي كويسة وكتحياتها مستقرة وكويسة وبعد كده توفقت فإحنا مقطعين الثانية دي تتسأل هي اللي ماتت عليها زمن بس هو فعلا حضرتك أنا عمري ما باتها وصف لك عمري ما حوصف لك هو كان عمل فيها الزمن أنا معلش هو الضرب ده هو السبب في إنها ماتت يعني لا قد هي تتجوزت وقعدت كل سنة متجوزة بعد كده بس إحنا لحد الآن مقطعين فقط قالوا دكتورة أنا تلخبطت في السؤال يا ستة هدى معلش أنت دلوقتي بتقولي إنك أنت الأخت اللي هي كانت بنت وبعدين تزوجت وكان زوج أختها التاني يتعد عليها بالضرب لأنه كان يريده سوءا منها بعد كده هي تجوزت وقعدت فترة كبيرة متزوجة إلى أن ماتت أنتم قطعين أنا واحدة بقى قطعين اللي هي اللي زوجها ضرب أختي تمام ليه مقطعينها إنها ردت قالت إنه هو مش كذاب وردت بيه تمام وإحنا معادش يعني معادش ينفع إن إحنا نجيلها ولا هي تجيلنا تاني يعني هي لو دافعت عن ذلك الزوج يعني خلاص هو الخطأ الذي وقع فيه وتاب وخلاص إحنا ما ندخلش فيه ما بينها وبين زوج هما الاثنين حرين مع بعض بس نصلها بمعنى إحنا نتكلم نسأل بالتلفون وهي تسأل يعني لكن القطيعة التامة دي ملهاش مبرر دلوقتي بعد ما كانت هذه الفتاة زوجت يا ستة هدى مش هو ده السؤال ولا إيه ما هو يا دكتورة أنا بسأل دلوقتي إن هي اللي ماتت عليها زم ليه ماتت عليها زم عشان هي كانت مقطعاها هي عليها زم لأن السبب كان إن هي لأن هو مد إيده عليها وكان عايز منها سوء هي لها عليها زم كده أيوة هي طوعيته هي كانت مطوعاه لا طيب يبع عليها زم بليه عشان إحنا لسا مقطعين التاني أو إنها إنتوا كنتوا أي لله يا رخر ما تقطعهم يعني هي طبيعي كانت يا ستة هدى عشان إحنا الأمور دخلت في بعضها دلوقتي هي طبيعي كانت حتقطع إنها ما تروحش بيت أختها عشان الأستاذ ده ما طبيعي ما كانتش حتروح حتروح إزاي يعني ما هو عند المحارم وعند الأخطاء خلاص ما إحنا هنا بقى إيه بنحجز أختنا دي لكن إحنا بقى الباقي بنوصل أختنا إحنا مجنبين الراجل السيء ده أختوكو التانية دي هي باقية معاه وقاعدة ما هي حرة لكن ما نقطعش صلاطنا بأختنا إنما دي طبيعي المتوفاء عليها رحمة الله رحمة واسعة ربنا يرحمها رحمة واسعة إنها طبيعي مش هتكلم هذا الراجل غير المسؤول ده ده شيء طبيعي ولا إيه هدى شيء طبيعي إنها مش هتكلمه وشيء طبيعي إنها هتجتنب بيت أختها لكن مش إنها بعد كل اللي عمله ده إنها لسه هتوصله فإذا كانت يعني إحنا نستغفر الله بقى خلاص هي أفضت إلى ما قدمت إليه فنسأل الله سبحانه وتعالى لها المغفرة والرحمة ونصنع لها من الخير ما نستطيع وبعدين الأخت التانية دي توصلوها وتودوها في تجنب لهذا الرجل سيء الأخلاق لأنه ده لازم الواحد يخاف على بناته ويخاف على نفسه منه طالما هو متعدي إلى هذه الدرجة ونسأل الله التيسير والتوفيق ألكاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين 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 مرحباً بحضراتكم من جديد ومعانا على الهاتف سلام عليكم أم يوسف يا حضرتك أهلاً وسهلاً ومرحباً كنت عايز على حضرتك عن روضي هو ألو التليفون فيه شيء ألو أنا لا أسمع أتفضلي فاندا من أسمعتك دلوقتي أقول دلوقتي تفضلي فاندا مع حضرتك تفضلي أنا والدتي والدتي والدي توفى من 8 سنين ووالدتي فيه بيت بنملكه في مكان ريفي البيت ده مكون من تحت ورشة وفوقه شقة وبعدين شقة وبعدين 3 شقق فوقه فوالدي ووالدتي بعد ما توفى قالت لنا أنه هما اللي تنشتركوا في الأرض اشتروا الأرض مع بعض هي بعت ذهابها واشترت معا الأرض اللي هي اللي عليها البيت وبعدين بنوا البيت برضو وهم الاتنين بفلوسهم فالبيت مكون من ورشة تحت كبيرة بتتأجر دلوقتي كل شهر وبيتخذ منها مبلغ وعدد النور كله اللي في البيت باسم والدي والشقة اللي فوقه برضو اللي فوقها دي إحنا بنقعد فيها بيجينا إحنا وبعدين شقة أقوها تتأذر كل التاركة دي باسم الوالد والله هو المفروض أن كل حاجة باسم الوالد وكان قبل ما يتوفى كان بيحصل مشاكل بينه وبن والدتي كان دائما تقوله سجلي سجلي البيت فهو ما كانش بيرضى يسجل لها البيت بس هي علي تنين أن هي الأرض كان بينها هما الاتنين باسم واحد هي اللي بتقول بس بابا كان بيقوبين كده الكلام ده وبتقول أنها باعد ذهابها واشتروا مع بعض الأرض المبنية عليه البيت ده والسؤال 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 دلوقتي أن أنا كلما أقول لها طب أنا عايزة من يوم ما يتحقي في البيت أو ورسي من الإجار اللي بيطلع من البيت هي متأجر في دلوقتي حوالي أربع شؤاء والورشة الكبيرة اللي تحت فكلما أسألها أقول لها أنا عايزة يعني حقي أو ورسي من الإجارات لأن برضو الأرض نصها باسم والدي والمباني كلها والعداد النور اللي بيجي باسم والدي فبتقول لي لا أنت ملكيش وإذا حتى لو ليكي بيبقى ليكي نسبة بسيطة جدا ملكيش أي حاجة فهو ده السؤال هل للوقتي أنا فنز علانة منها بسبب الموضوع ده جدا ومش عارفة إيه الحل فيه فكلمت محامي قال لي مفيش غير أنك هتعملي إعلان وراسة وتبدأي ترفعي قضية إعلان وراسة وتبدأي تخضي حقك بالقانون بس أنا مش عايزة أعمل كده يعني ما خاجلانة أن أعمل كده أو متضايق أو مش عايزة أعمل كده فبكلمة بالودي هي ما مش مستجيبة لنا خالص وبتعاندنا أنا وأختي ومش عايزة تجينا أي حاجة في البيت خالص برغم أن هي داخلها كويس جدا معاشها بتاخده كويس ومعاش بابا بتاخده والبيت كله وإنتي حالتك هي يا ميوسف أنا وست بيت أنا قاعدة ست بيت يعني أنت في احتياج للميراث بتاعك يعني أنت محتاجاله أه بالضبط فقالت لها أنا في احتياجي لأن أنا عايزة حاجة في إيدي أنا مبلغي عايزة أنا ست بيت قاعدة بيت ما فيش لي أي دخل فهي بكلمها بالودي وزوجك أنت هي متزوجة ولا متزوجة نعم حضرتك متزوجة حضرتك آه أنا متزوجة وعندي أولاد آه والزوج حالته ميسورة ولا الحمد لله حالته ميسورة آه الحمد لله آه يعني أنت محتاجة حاجتك أنت يعني لكن أنت مش كده آه أنا بالزوجك عايزة حقي أنا وترضينا أو إنها تودينا هي يعني مش عايزة أقول لها حضرتك أحدة معانا جداً وفي القص بالذات بالرغم أنا سعيبالها من نيومة والدي توفى بالرغم من اللي هي كل حاجة كل حاجة بتعملها له إن طلب ثلث بتديله إن طلب شقق بتديله إن طلب كل حاجة بتعملها له وقفة جنبه جامد وهو يعني كسور طيب أنتوا ليه ما عملتوش آه أعلام الوراثة ليه ما عملتوش عملنا أعلام الوراثة في المحكمة بس مجرد تسجل أسامينا إحنا كورثة فقط لغير بس ومم بعدها الورقة عام ومم بعدها بتتحكم في كل حاجة حتى عروض الجديد هي اللي بتمضي عليها بس بالرغم المحاولة قدمت المفروض هي أنت تمضي عليها وأختك التانية أنا والي هي أخت ناني فما فيش كل ده بيحصل فأنا مش عارفة إيه صح يعني حضرتك أنا بسأل حضرتك إيه صح في معاملتنا معاها وإيه صح قانوناً وإيه صح شرع حاضر يا حاضر يا أم يوسف طيب ناخد السؤال التاني عشان أم يوسف ده معنا سؤال وكان فيه سؤال لألاء برضو شبيه السؤال ده بيبقى إحنا بنجاوب حتة المخاصمة الوالد أو مخاصمة الوالدة عند ضياع الحق هل يجوز ولا لا يجوز ونظرت الفقهاء إلى هذه المسألة بس ناخد من معنا سألوا معنا سؤال قبل كده برضو أختنا الأستاذة شايماء سلام عليكم أم دينا أهلاً وسهلاً أهلاً يا مدينة فضالي أهلاً وسهلاً ألسوا عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً فضالي فند لو سمحت يا دكتورة أنا بنتي منفصلة بأل 16 سنة أنا منفصلة بأل 16 سنة عوضك الله خيراً وبنتي آمين وبنتي راح يتلبوها بنتي بتروح لابوها ساعة بس في اليوم يوم الجمعة ساعة بس اسمعيني من التليفون يا ست مدينة وبدأت المشاكل أبوها يعني حضرها وكده الجماعة في الكنترول ننبه بس على كل من يدخل إن إحنا نسمع يسمعوني من التليفون بلاش التليفزيون شكراً يا أستاذي ياسر أستاذي ياسر المخرج معنا ها تفضلي يا مدينة ايو يا دكتورة تفضلي يا ست كل تفضلي أنا مش يعني ولدها حضرتك بتقولي إنها بتروح تزور ولدها كل يوم جمعة بتقعد معها ساعة تمام أم دينة طيب يعني يريت نكون فهمنا السؤال إيمان حكيم شو فيلنا السؤال ما حدتوش السؤال طيب أنا هكمل لغاية ما تحاول أم دينة مرة تانية ونشوف بس إنه بقى ناخد السؤال في الكنترول عشان احتياطي إذا اللي خط انقطع يبقى معنا السؤال هبتدي بأم يوسف اللي سألت سؤالها من شوية واللي بتكلم عن ظلم الولدة أمها اللي مستحوزة على الحاجة وبتقول إنه أنا شاركت وأنا عملت الأصل في مثل هذه الأمور الوثائق أنا ما بقدرش أشوف الحاجات دي غير بوثائق والقانون لن يأخذ إلا بوثائق أيضا وبالتالي مسألة إنه أنا أقول لا أصل أنا شاركت وأصل ابوك وما كتبش لأي المفترض إحنا بالنسبة لازم يبقى فيه يعني دلائل على ذلك الأمر مش بنخون والدتنا ولا حاجة ولكن ما قال إليه الأمر أنتوا إلي سكتك الوقت ده كله شاركتي ليه لما هو ما كانش بيكتب يكتب لك نصيبك اللي أنت أنفقت عليه أو اللي أنت دفعت فيه فلوس فأنا بالتالي أمام تركت ذلك المتوفة والأم تمنع الورثة من أخذ الحقوق التي تجب لهم ثم تخص بعطاياها ذلك الولد من ابنها الموجود وما بتديش للبنات فهذا ظلم واضح هل يجوز للإبن أو للإبنة في بعض الأحوال مش في كل يعني إحنا طبعا مش بنفتح الباب على مصرعي إنما نحجاوب الحالات دي بعينها هذا الظلم الذي يترتب عليه ظلم كبير في ضياع الحقوق بالذات في الحق الذي يجب مش بقى أنا أديت أمي فلوس أمي ما رجعتهاش ولا أديت أبويا أعطيته سلفته فلوس أو أقردته هو ما رجعش فيها حديث أيضا طويل عند الفقهاء فيها نقاش فقهي وعلمي كبير لكن أنا بتكلم في الحقوق المفروضة أنا لي حق شرعي وأمي تمنعني من الحصول عليه أنا في الحالة دي أعمل إيه بجيب كل الناس اللي هي ممكن تسمع لهم في العيلة يعني كأني برفع الأمر كده لحاجة ابتدائية بنا فيما بنا العيلة يعني يا جماعة كلموها أنا لي حق وأنا أريد حق الذي ليه من ميراث والدي ده هذا حق الشرعي فنبتدي نكلم الناس العقلاء من العائلة مش كل الناس أنا بكلم فيه ناس تيجي تخش تخرب الأمور ولا تصلح الأمور إحنا عايزين ناس عندها حكمة في طريقة التعامل فتعرفها أن ده حرام وأن ده جناية على حق هذه الإبنة وأن لابد أن تسلم الحقوق لأصحابها ونصبر على ذلك وننصح لو أنا نصحتي أنا بذاتي مع أمي مش جايبة نتيجة أبتدي أن أنا أنصح أو أطلب المعونة من حد من العائلة حد من الصداقة القريبة جدا منها بأنه ينصح بأنها تديك حقك وكون صبورة وطويلة النفس عشان مقاضات البرد والأم يعني حاجة في المنظر الاجتماعي وكذلك يعني الشكل بتاعها وعلى نفسك وهي كمان وهي بهذه القسوة تزداد قسوة وضراوة طيب إحنا خدنا بالطريقة العرفية واجتهدنا معاها وما فيش فايدة هل يجوز لي رفع الأمر إلى القضاء؟ نعم يجوز لك رفع الأمر إلى القضاء الإمام مالك كره المسألة دي واعتمد على دليل في ذلك لكن الحقيقة جمهور الأهل الفقه والعلم رأوا بأنه يجوز لأنه ده مش معناه عقوق في وجهة نظر الجمهور بأن الإنسان أو الإبنة أو الإبنة اللي منعوا أبوه أو منعته أمه بالذات حق من الحقوق الشرعية كالميراث أنه بيرفع الأمر ليه ولي الأمر وفي هذه الجهة هو القضاء بأنهم يحلوا النزاع ده يعني يفصلوا في هذا النزاع فأنا في ساعتها إذا أنت خلاص لح عليك الأمر وعايزة ترفع الأمر إلى القضاء فبها ونعمة تقدري تستطيعين صنع ذلك وإن كنت أرى يعني أنا هقول رأي نصيحة أنا قلتلك من الجهة الشرعية أمر جائز لكن إحنا بنقول دايما ما بين الحق الذي ليه حقي العدل وما بين الفضل مساحة ينظر فيها كل إنسانة ما بص لغاية حقه فقط آه من حق لكن في باب الفضل لو أنا مش محتاجة الفلوس دي لو أنا يعني أقدر أن أنا معتمدة على زوجي وأنا دلوقتي يعني مش حاجة ضرورية أوي وأصبر شوية أكتر في نصيحة هذه الأم عشان ما نشكلش بعضه ويبقى الأمر كده يعني بينك وبينها يوصل لمحلة مزيد من تقطيع صلة الأرحام لكن رفع الأمر إلى القضاء لحل النزاع ليس عقوق الأصل أنه ليس عقوق واعتمدوا في كده برضو هذا الفريق على أدلة كثيرة بس مش عايزين نطول على حضركم في وقتها ناخدها بتفصيل عشان أنا بحب زي ما حضركم عارفين أسوق الأدلة سواء من رأى كرها ذلك أو من من أجاز ذلك فأنت حضرتك الأمر بقى أنا هفكر فيه عشان كده دايما بقول له حضرتكم ما بين الحق الذي ليه والفضل الذي يعني نرنو أو يعني نتمنى على النفوس إن كان عندها فسحة من حياتها وإنه في فسحة كده من النفقة بتاعتها إنك أنت قادرة تستقلي وزوجك معتمدة عليه وإننا نصبر شوي على أمي أولى من إن أنا أقاضيها هذا من وجهة نظري التي لا أمليها على حضرتك من جهة الجواز أمر مجائز برد على نفس ذات المسألة فيه الأخت ألاء اللي بتقول هم ثلاث بنات بنتين كبروا وتجاوزوا فيه ابنة تانية طفلة صغيرة في الابتدائي والأب يمنعهم حق البيت البيت ده كانت والدتهم يعني رفعت الأمر إلى القضاء في زوجها لأنه مش راضي ديها حقها أو حاجتها وبتقول لو لا ثغرات قانونية اتاخد يعني ما تكملتش القضية لكن بتقول هل نكمل ذلك الأمر عشان الأختنا الصغيرة وهو رمينا تماما ولا يعطينا ولا ينفق علينا وفي نفس الوقت بتقول أنه هذه الفتاة الصغيرة لنضمن لها حقها في مثل هذه الحالة من السؤال وبالذات إذا كان بلوم أنا حرمكم مبدئيا مش هتورسوا حتى مني حاجة ولا الحاجة اللي بتاعت والدتكم انتوا هتاخدوها فهي بتقول عشان نضمن الحق لهذه الفتاة الصغيرة على هذا السؤال وعلى صفة ذلك السؤال وعلى هذه الواقعة أقول لا تستطيعين رفع الأمر إلى القضاء لحل ذلك النزاع وحفظ الحق الذي لهذه الطفلة التي أهضر هو حقه المفروض هي يعني تكون فوليته هو اللي يأم بالإنفاق عليها ورعايتها لكنه يقصر في ذلك الأمر والإنفاق يجب عليه في حق هذه الفتاة فإن كان الحال على مثل هذا السؤال فيجوز ذلك الأمر لكن هل هذه الفتوى التي ننقلها عن بعض أهل العلم هي على يعني هنمشي بيها في كل الحالات لا لذلك أنا بأكد على وقيعة هذا السؤال إحنا بنجاوب بحذر في هذه المسألة حتى لا يستمر يعني البعض مقاضات يعني الوالد أو الوالدة أو ممن قد يرى منه ظلما بل بنقول أنه الصبر واسعة الخلق معهم حفاظا لحقوق الأب وحفاظا لحقوق الأم حتى ولو أساءه ولو اضطررنا لبعض المواقف الحياتية التي قد نعيش فيها من ظلم فادح من الأب أو ظلم فادح من الأم إن إحنا إذا رفعنا الأمر للقضاء للحصول على حقوقنا التي أهدرت لكي نستطيع أن نكمل حياتنا مش معناها عقوق ولا معناها قطيعة أنا وصيت الناس كلها ورجعت للناس كلها وطلبت من الجميع أن هما يقفوا معي عشان أقدر أخذ أو عشان أن أنا ألين دماغ والدي ولا والدتي عشان يعطينا الحق وما استجاب فكانت النتيجة إن رفعنا الأمر إلى القضاء ولكن ليس معناه العقوق ولا الإساءة إلى أحد الوالدين أو إلى الاثنين مع بعض هنطلع إن شاء الله لهذا الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله أتواصل مع حضرتكم على خير بإذن الله تعالى مرحبا بحضرتكم من جديد وختمة للقضية اللي كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل في جواز المخاصمة أو التحاكم فيه ما بين الابن وما بين الأب أو ما بين الابن ومن الوالد أو الوالدة وقلنا لحضرتكم إنه الجمهور أجازة ذلك ولكن زي ما قلنا لحضرتكم المسألة بتنزلوا بيكون تكيف الأمر فيها بحسب حالة السائل والحقيقة إنه هذا الفريق اعتمد على أدلة من هذه الأدلة ما كان من ما أخرجه البخاري في صحيحي بسندي عن معنى ابن يزيد معنى بيحكي إنه والده كان أراد أن يخرج بعض الدنانير فأعطى هذه أعطى ذلك المال لرجل في المسجد فبيقول معنى فجئت المسجد فأتيت ذلك الرجل وأخذته هذه الدنانير فبيقول لما خدت المال ده فجئته فأتيته بها فرح لولده بهذا المال فلما والده عرف قال ما إياك أردته مش أنا لما روحتش أنفق ذلك المال عشان أنت تاخده ما إياك أردته فبيقول معنى فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح رفع الأمر واشتكال النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم وليقضي في هذه المسألة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى والحقيقة أنه هذا الشاهد فيه أحكام وفيه معاني كثيرة الحقيقة لكن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لما علق على هذه القضية قال فيها ما يعطي معنى جواز التحاكم بين الولد والأب في مثل هذه الأمور وأن هذا التحاكم لنزع الخلاف فيما بين الاثنين وبالذات فيه الأمور المالية لا يعني العقوق يعني ده طبعا في مثل هذه الحالات اللي بيقى فيها ظلم شديد لكن برضو برجع نبه أنه نبدأ المسألة بأن احنا نحاول الإقناع وأخذ الحق بالحسنة وأنه هذا الأمر يبدأ نطلب من بعض الأقارب والحكماء بأنهم في العائلة بأنهم يحاولوا يلينوا الدماغ أو يلينوا دماغها يتكلموا معاهم معاها يعرفوها الحقوق والحدود وأن هذه الأمور ما ينبغي لإنسان أن يتعدى عليها فإذا يعني استنفذ الإنسان جميع الوسائل التي توصله لأن يصل ولأن يأخذ ذلك الحق الذي افترضه الحق سبحانه وتعالى له وضاق به الأمر درعا ولم يكن عنده من السعة النفسية أنه يقدر يصبر أكثر من كده على ذلك الحق وأراد أن يرفع الأمر إلى القضاء لنزع فتيل الخلاف ولأنه يثبت الحق ليس عشان أنه يحبس أبوه ولمه لا هو عشان يأخذ الحق بتاعه ويثبت ذلك الحق فلا مان عنده جمهور الفقهاء وأرى بأن المسألة تتاخذ بيئة اليسر وبالسلاسة وباليونة وأن إحنا ما نجريش على هذه التقاضي ورفع الأمور إلى ساحات القضاء إلا يعني لما الإنسان يكون ضاق به الأمر درعا إحنا خلاص يا أستاذ ياسر الحلقة كالنفسي أكمل معكم بقية الأسئلة إن شاء الله بإذن الله يمكننا ويبارك فيه الوقت إن شاء الله ونكمل مع حضرتكم بإذن الله وفي الختام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلقي كلهم عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله أستودعكم عناية الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة